تتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية في تونس وتتوالى معها تصريحات الرئيس قيس سعيد لتهدئة الجبهة الاجتماعية أحدثها إعلانه عن الشروع في تطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم العابثون بمقدراتها نحن سنعمل إن شاء الله على تطهير البلاد لأن الشعب يريد تطهير البلاد وتوليتم إحارة عدد من هذه الملفات إلى القضى والعالقضى أن يكون في الموعد مع التاريخ لتطهير البلاد لأنه لا يمكن أن نطهر بلادنا إلا بعد تطهير كل مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوا الدولة وتركوا الشباب في البؤس والحرمان ويبيعون لهم الأوهام الكاذبة الأوهام التي تجعلهم يعتقدون أن هذه النصوص ستطبق في حين أن الذي وضعها وصادق عليها ثم أنشد النشيد الرسمي يعرف أنه لن يطبق أبداً الخرجة الإعلامية الأخيرة لقيس سعيد لم تخلو من توجيه اتهامات مبطنة للحكومة السابقة بارتكاب فساد إداري وممارسة المحسوبية في التشغيل على نطاق واسع ما دفع بالآلاف إلى الانتفاع بوظائف في مؤسسات الدولة بشهادات مزورة تحدثت معهم بكل صراحة عن هذه الأوضاع وكنت حاضراً معي في هذا النقاش وتحدثنا كيف تم انتداب العشرات بل الآلاف وبشهادة مزورة وحتى أيضاً الختم الذي وضع على بعض الشهاد ختم غير صحيح وتم انتداب عدد من الأشخاص بناء على شهادات مزورة وعددون هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولائهم وبلاعاً على تواطئ الجهات التي مكنتهم من هذه الشهاد احتقان اجتماعي متعدد الجبهات فضل قصر قرطاج بمواجهته إشهار سيف الحجاج ضد الفاسدين مصحوباً برسائل تطمين بالتوجه نحو تطهير مؤسسات الدولة من المزورين وبائع الأوهام